عودة إلى بيروت لمتابعة ملف الانتخابات اللبنانية ينضم إلينا من هناك الكاتب الصحفي أمين قمورية سيد أمين كنت قد سألتك إذا ما كان لتطبيق قانون النسبية الجديد أي تأثير على تراجع المقاعد النيابية لتيار المستقبل في الانتخابات يعني الرئيس سعد الحريري كان من الموافقين على مثل هذا القانون دا اعتقاضه أنه في الفترة السابقة كان هناك تراجع كبير لدورة التيار ولو جرت الانتخابات النيابية على أساس الأكثرية كما كان يجري في السابق على أساس قانون الستين لربما تكون تراجعه أكبر من ذلك بكثير مثلا في طرابلس كان يمكن لخصومه السياسيين أن يتحالفوا وبالتالي يمكن أن يخسر كل المقاعد التي كانت في حزته هكذا كانت الأجواء في السابق ولذلك وافق على مثل هذا القانون لأنه كان برأيه وبرأي بعض المراقبين أنه الحل الأفضل للتخفيف من القسارة لكن اليوم حتما تحسنت إلى حد ما وضع طيار المستقبل وجاء هذا القانون بنتائج معاكسة ربما في بيروت لو كانت العملية الانتخابية تجري على النظام الأكثري لكان حقق غالبية كبيرة على عكس ما حصل اليوم في بيروت لكن باعتقادي أن هذا التراجع له أسباب أخرى غير القانون يعني هناك فعلا إحساس لدى الشارع بأن هذا التيار هذا الحزب منذ فترة طويلة لم يعد يلبي طموحاته بدليل أن هناك تسعة لوائح كان في بيروت حيث معقله الرئيسي نتحدث عن الانتخابات لو تسمح لي سيد أمين بشكل عام تراجع نسبة المقترعين لصالح كافة الأحزاب هل جاء كما تقول أنت نظرا لخيبة أمل الشارع اللبناني بعدم تقديم الطبقة السياسية لأي حلول أم أنهم أيضا سائموا وملوا من تكرار الوجوه في كل عملية انتخابية حتما حتما هذا سبب رئيسي يعني العاملين هم مؤثرات كثيرا هناك أحباط بشكل عام من الطبقة السياسية كلها وفي النهاية من يستمع كان إلى الخطب السياسية للخطب الانتخابية التي كنا نسمعها من كل الزعماء ومن كل الأسباء كانت فارغة من المضمون إلى حد كبير لا شيء يمكن تصديقه من هذه اللغة المتكررة دائما المهم أن السياسة خصوصا في خطاب تيار مستقبل والآخرين كانت مفقودة إلى حد كبير القضية أهم من الخطاب بكثير القضايا كان هناك تكرار القضايا ماضية لم تعد تجدي نفعا هذا سبب من أسباب التراجع هناك سبب آخر هو أن البديل المطروح لكي يكون مكان الطبقة السياسية القائمة لم يكن فعلا قدم نفسه بطريقة مقنعة وبالتالي كان هناك أحجام من كل المواطنين وجاء القانون الانتخابي ليساهم بالطريقة الغريبة العجيبة التي سيغى بها ليساهم في الحد من الأسباب التغير بأحجام الكتل السياسية اليوم بعد نتيجة الانتخابات كيف سينعكس على الشارع اللبناني على المشهد السياسي في لبنان الذي هو بطبيعة الحال متأزم طبعا هناك مشكلة كبيرة في السابق لكن أعتقد أنه بعد سبعة أيام يعني ابتداء من اليوم الأمور ستعود كما كانت عليه في السابق طبعا هناك شيء أساسي سيتغير الأكثرية النيابية كانت في مكان كانت لفريق 14 أزار يبدو فريق 14 أزار لم يعد كما كان في السابق وهو أكبر الخاسرين في المرحلة السابقة فبالتالي على ما يبدو أن حلفاء حزب الله وحلفائه قد يكون لهم غالبية النيابية بأشياء وأشياء لأن هناك المسألة الخارجية والمسائلة الداخلية فيما يتعلق بالمواقف الاستراتيجية وفيما يتعلق بالأمور الداخلية فلكن حزب الله حتما لديه السلسل المعطل هو وحده وإذقائه المقربين السؤال الكبير هل يستطيع طيار المستقبل مع حلفائه الأقربون بأن يكون لديه السلسل المعطل الذي يعادل بفعالياته وصلت فكرتك سيد أمين أعتثر منك نظرا لضيق الوقت شكرا لك الكاتب الصحفي أمين قموريا كنت معين من بيروت اشتركوا في القناة